حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على حماية أنفسهم بتلقي تطعيم ضد مرض الحصبة مع وصول حدد الحالات المصابة بالمرض إلى أعلى مستوى في الولايات المتحدة منذ عام 2000 قد تفشي المتنامي للمرض في جهوب من أنحاء البلاد لفتح تحقيقات في قطاعها الصحة العامة في محاولة للحض من انتشار العدوى حيث علنا مسؤولون ثلاثة فرض الحجر الصحية في جامعتين في لاس أنجلس